أصلاً مدينة شنقيط كغيرها من المدن الموريتانية من الموجة الثالثة لجائحة كوفيد-19 ومواكبة للحملة الوطنية الأخيرة للتلقيح ضد فيروس كورونا المتحور أدى حاكم مقاطعة شنقيط زيارة تفقد والطلاع للمركز الصحي بالمدينة وذلك بهدف للطلاع على مراحل سير هذه العملية نحن اليوم جاينا زيارة للمركز الصحي على مستوى مقاطعة شنقيط من أجل مواكبة حملة التلقيح ضد جائحة كورونا وهذه الزيارة تأتي في إطار مزيد من العمل ومزيد من الحث فيها لكن هذه الحملة تلقى نجاح جيد وبالتالي نحن اليوم جاينا لنشوفوا نطلعوا عن قرب على الإجراءات المقبوضة وعلى سير العمل فيها نعود بشكل مرن وماشي بشكل سيابي ونعطونهم طاغام الطبي الموجود هنا على مستوى المركز فهي كنا نعطوهم مزيد من الدعم ومزيد من التشجيع لمواصلة العملية القائمون على الشأن الصحي بهذا المركز أكدوا زيادة أعداد المقبلين على النقاح في هذه الحملة والتلقيح ضروري والناس قابلة عليه كاملة على مستوى الشنغيطي الناس كاملة قابلة لذي قالوا التلقيح بذي جادة لهم الشنغيطي 100% جادة لهم راجع المولي المواطنين كاملين اللي أسعى في هذه الخدمة التي حملة قامت بها الدولة حملة زينة ويقايا خامل علاج وتأتي هذه العملية في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تحسين الظروف الصحية للمواطنين